اهلا بحضراتكم من جديد وطبعا ختمها مزيكة ومن الازاعة المدرسية وصولا لبرامج مسابقات الاغاني ومنها للشهرة الكبيرة جدا قدرت زينب حسن بصوتها الجميل ان هي تاخد مكانة ما بين المطربين اللي جايين الصاعدين بقوة النهاردة هي معنا هنسمع منها وبصوتها كمان مجموعة اغاني مختلفة من الجديد ومن القديم ومن الاغاني اللي خاصة بيها وخطاتها بقى في الفترة اللي جاية ودعم الاسرة لها نجمة The Voice Kids زينب حسن اهلا بك وصوحك صباح الورد صباح الورد اهلا بحضرتك يمكن اخر اغنية لك هي بنستقوى مش كده اه اعيز اسمعها منك بس قبل ما اسمعها تقول لي تفاصيلها الكلمات التوزيع الالحان هي الفكرة جات يعني في وقت وصير والحمد لله تنفذت في وقت برضو قياسي هي انتك شركة ميزيك تون وكلمات استاذ محمود التوني الالحان حاتم عزت وتوزيع تيان طارق هندس صوتية جورجي عقوب والفيديو كليب بقى اخراج احمد علاء الجندي بصراحة وكان عمل جميل جدا وانا بحب اشكر كل كرول العمل اللي اشتغل على الفيديو ده يعني تعيدنا فيه جدا وكانت حاجة تجربة مختلفة يعني حبتها جدا بصراحة وان شاء الله تعجبكم دلوقتي يلا نسمعها مع بعض ما بنحسش بقيمت الحاجة جير بعدين ونندمع اللي ضامنا ونبكي سنين محدش فينا بيقدر بأحساس غيرنا نستطر بقيت ما شاعرنا برد بقينا لجمدين بنستقوى ونفرح انينا الاقوى قولوا بنحجر لو القدها بجروا حجرنا مش حسين بنتغابة ودنيا تحويت غابة وبقى وبقى معظمنا انت صغيرة جدا انت في سنوية عاما يا جماعة زينب في سنوية عاما دلوقتي ما بالكو بقى فويس كيدز اللي كان يمكن من ثلاث سنين اكتر كمان تقريبا دلوقتي ده في ست سنين مش كده خلينا بقى نتكلم عن المحطات المهمة دي ودعم الأسرة دور الأسرة ازاي الأسرة دعمتك من وين انت في المدرسة الإزاع المدرسية مرورا بمناسبتين مهمين جدا في حضور فخامة الرئيس هو البداية كانت من المدرسة الإزاع حفلت المدرسة الحاجات الطوعية اللي في المدرسة أخويا هو أصلا بيغني ودارس موسيقى ووقتها هو اللي كان بيهتم بي مع مدرسة الموسيقى بتاعتي في المدرسة بدأ ان هو يدربني يهتم أغني اي ينفع لصوتي في الوقت ده يعني اشتغلنا على الموضوع ده وقتها وطبعا دعم بقى بابايا ومامتي وأخويا وعيلتي طبعا كلها يعني ده نفسيا بقى ودائما معي في كل حاجة فكانت دي حاجة جميلة جدا بالنسبة لي وطريبا دي أكبر يعني أكبر بوينت اللي هي يعني دفعتني ان انا كمل في الموضوع ده وبعدها بقى أخويا قدملي في دي بويس كيدز ودي برضو كانت نقطة مهمة جدا ده كان الفين وكام 16 تقريبا قمت بس بقى بعدها بدأت بقى ان انا ندخل في مجال دي وانا اكتر وافهم اكتر يعني كسبت خبرة الى حد ما تقدر تخليني امشي في طريق معين يعني عكس حيات كتير دلوقتي بس بعدها بقى حفلة ازاي تم ترشيحك بقى للحفلة تم ترشيحي وقتها كان دكتور مروان هو عقيد في وزارة الداخلية فوقتها كلمونا انه ليها ايجابيات يعني حسيت ايه ايجابيات اللي لمستيها من خلال تجربة برنامج مسابقات زي ده هو يعني وقتها انا كنت صغيرة فكانت دي اول خطوة بالنسبالي فاللي هو يعني انا طلع على مسرح وهشوف فنانين يعتبر اكبر فنانين في الوطن العربي كمين لجنة التحكم الفنان تامر حسني وقاظم الساهر ونانسي عجرم فكانت تجربة كبيرة جدا يعني اولها ان هي تدي مثلا ان الطفل ثقة ان هو يقدر يجني في اي وقت وقام اي حد تاني حاجة دعم الاهل يقدروا يخلوا برضو الطفل عنده ثقة اللي هو يعمل كده انت تقدر تعمل كده دعم الاهل الموهبة دايما بيبقى اكبر خطرة بيبقى خارق طبعا صحيح فده بتلوص بقى التجربة نفسها بتاعة The Voice او عموما ان هو تجربة زي دي في اي وقت هتسمعينا اي دلوقتي انت هتسمعي اي اللي انتي عايزة عايزة تغني قديم عايزة تغني جديد ممكن نسمع عيون القلب مثلا ممكن يلا دي اول وغنية انا طلعت بيها في رينامك The Voice Kids طب يلا يا ذكريات معاك بالضبط يا ذكريات معاك عيون القلب صغرانا اشتركوا في القناة وإن هم اشتركوا في القناة ايبات الليل ايبات صاران على رمشي وانا رمشي مدى النوم وهو عويونه تشبع نوم وانا رمشي مدى النوم وهو عويونه تشبع نوم روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم الله 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 المذاكرة بقى واحنا في سنوية سنوية عامة تعمل لي ايه اخبار المذاكرة معك خصوصا مشغلينة زي انت بشتغليها دي الغنة عايز صعب عايز وقت كبير هو بصراحة بحاول اوفع على قد مقدر هو المطاع صعب جدا بصراحة بس يعني دالي وقته دالي وقته احيانا برضه كله يدفل في بعضه بس يعني دي حاجة مهمة وده حاجة مهمة دالي وقته ودالي وقته كم اغنية خاصة بك لحد دلوقتي غالبا خمسة خمس اغاني احنا سمعنا منهم بنستقوى دي احدث الاغاني يا ليكي كان في اغنية في رمضان 2016 و اول حاجة عملتها كان فيديو كليب اسمه باب يفتح باب باب يفتح باب ليه اخترت عيون القلب تحديدا لان تكون هي الاغنية اللي بتغنية في المسابقة هو باب اي بصراحة هو الرشحوا لي وانا وقتها قت سمع اذهنا الفيف صفي يعني ما كنتش لسه اهتميت قوي بالغنى القديم فكنت كده لقيتها بس وحبيتها بصراحة وبدأت ان اتدرب عليها فبقى لما سمعها عجبته فرشحوا لي وقتها حبيت الغنى القديم بشكل عام؟ اه طبعا مين افتحات المتأثرة بي في القديم؟ امو كتسون طبعا دي اهم حاجة عبدالوهاب وردة يعني زوئك حالو يعني يمكن دايما الاختبار الاصعب لأي مطرب يقوله غني حاجة لو مكلسوم ممكن تغنيلنا حاجة بقى لو مكلسوم دلوقتي ممكن طبعا اختبار اصلا لان صوتك يعني بيتكلم عن نفسه او انت حابة تغني المين دلوقتي مكلسوم يلا يلا او انت حابة تغني مطربا ومكلسوم نفسه سألوني عن العشاقي سألوني عن العشاقي سألوني وأنا في العشك أنا في العشك لا أفهم سمعناهم يقولوا سمعناهم يقولوا سمعناهم يقولوا العشك حلوة 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 آخر وألجم سهات في الليل وين؟ على وين؟ على وين؟ على وين؟ ويشق منه العذاب أرحم ويشق منه العذاب أرحم ومن آلن هواهي تعاف ومن خب هواي يعلم ومن آلن هواهي تعاف قلولي 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 مين من العشكين وبقلبه 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 ولا من دم عن العشك سألوني 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 بعيد خلينا بعيد 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 أسلم الله 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 تتمني إيه في اللي جاي؟ إيه اللي بتحضريله في الفترة اللي جاية؟ إن شاء الله في حاجات كده وأحضر لها كذا عرض إنتاج بس إنتاج لبناني أو إنتاج مصري أو شركات بس أحب أقول لسه اسمها دلوقتي يعني بشوف الأنسب ليها إليها وليها برضو أكيد بس المطربة المصرية الفنانة الصعيدة النجمة زينة بحسن نورتينا شكراً وصباحك صباح الورد وأنا سعيدة أنه في أول عودة لصباح الورد مع قناة تانت تكوني أنت معانا مرسي ده أنا لسعيدة جداً أني قابلت حضرتك وشكراً جداً لكل بيتابعونا دلوقتي وحب أشكر طبعاً كل حد واقف جنبي وبيساندني مش بقول جمهوري بقول طبعاً هما اللي واقفوا جنبي وساندوني وأنا موجود دلوقتي بسببهم فشكراً لكل حد بيحبني بشكرك شكراً جزيلاً وإن شاء الله best of luck في اللي جاي مشاهدين احنا بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من صباح الورد صباح الورد يومياً من السبت للخميس من 9 إلى 11 صباحاً استنونا بكرة وساعتين من قبل دلوقتي تجدد اللقاء في صباح الورد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر